برعاية المجلس البلدي وادي عتبة وبالتعاون مع الأطباء البيطاريين بالمنطقة انطلقت حملة لجمع عينات من دم الأغنام والماعز والطيور والدواج وذلك لغرض إحالتها للمركز الوطني للصحة الحيوانية لإجراء التحليل واستخراج النتائج منها قمنا باجتماع طاري ومستعجل للتصدي لهذا المرض وأخذ عينات من جميع مناطق بلدية وادي عتبة بعد تعاون من منصق قطاع الزراع الحملة تستمر أسبوعاً وفق القائمين عليها وتستهدف المزارع وحظائر تربية المواشي والطيور بمختلف مناطق بلدية وادي عتبة طبعاً قمنا بأخذ عينات من بعض الحظائر الحيوانات وبعض الحظائر الدواجن فقمنا بأخذ هذه العينات ومن ثم تحويلها إن شاء الله إلى مركز الصحة الحيوانية في طرابلس وذلك لأخذ بعض العينات وسوف يقوم للمركز الوطني للصحة الحيوانية بالرد علينا إذا كانت هذه النتيجة سالبة أو موجبة الحملة تأتي بعد أن ظهرت بعض الحالات لمرض مشترك ما بين الإنسان والحيوان في مدينة الكفرة يسمى حمى الوادي المتصدع والذي يعد من الأمراض الخطيرة التي تهدد الصحة العامة ترجمة نانسي قنقر